موسيقى اذا عرفتوا اسم الاكلة او اسم هذه الوصفة اكتبوا لي في التعليقات واتمنى يا اهل السعودية اني اكون عملته ولو بالنسبة يعني بسيطة كده ان تكون صح وخلونا نبدأ بالمقادر طريقة تحضير جدا سهلة هنا عندي كمية من الخضار عندي بادينجان صغير وكوسة كمان حجم صغير في الفيرومي قزر كمان اذا عندكم قرع فصولية خضرة وكمان بطاطس الخضار المتوفرة واللي تحبوها اول حاجة ببدأ اعمل العقينة عندي كوب من الدقيق البر ونصف كوب من الدقيق الابيض وملح وماء هادي هي مقادر العقينة عقينة تكون متماسكة وكل ما عقنتوها كل ما طلعت احسن شوفوا هم يعملوا دقيق بر مستخدموش ابيض بس اني كاضافة من عندي وشوفت اكتر من احد يضيف شوية حاجة بسيطة دقيق ابيض صراحة طعمه الد لما يكون من دقيق بر سادة وانتم زي ما تحبوا خلاص عقنتها خليه ترتاح على بال معمارة اليدام او المرقة يعني اللي ما نطبخ فيها بعدين العقينة هنا عندي كمية من الزيت وبصل مفروم ناعم انا استخدمت قدر الضغط الكهربائي انتم استخدموا قدر ضغطه عادي او اللي عادي قدر عادي واضفت كمان لحم انا استخدمت لحم العقل وكمان ثلاث فصوص من الثوم وكله تكشينة عادية كننا احنا منعمل ايدام بعد كده باضيف السبعة بهارات وباضيف كركم كل المقادير بكتبلكم اياها بصندوق الوسف هنا اضفت ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم او ممكن ملعقة صغيرة واضفت عندي هنا كوبين من عصير الطماطم اني اطحان الطماطم بعد افرزنه بكياس عادي بعد كده اضيف ماء ساخن تقريبا استخدمت لتر ماء ساخن تمام وخلص اضغطوه عشان اللحم يستوي اني ضغطوه على رقم اللحم انتم اضغطوه 25 دقيقة الى 20 دقيقة وهو الان ينضغط القدر تعالوا نعمل العقينة نقسم الكرات ولازم نفرده بشكل دائرة شوفوا ممكن تستخدموا الجهاز الفرادة او ممكن تفردوها كامل بعد ان تقطعوها بقطاع دوائر انا خلاص احب ذي الطريقة وعندي هذه اللي تفرد الخشبة خلاص قد صمت بشكل دائرة الحجم اللي انا حابة ممكن تخلوه اصغر او يعني اكبر زي انا خلته يعني وسط عرفته كيف يعني دائرة لا هي مرة صغيرة ولا هي كبيرة يعني تكون رفيعة تمام حاولوا انكم كده تفردوها لا تخلوهاش كتير سميكة لانه بعدين في الطبخ تنفش وتكون سميكة لا بهذا يكفي ولا كتير رفيعة يعني تكون مرة نفس كده بعد كده شوفوا كيف افرده اذا معاكم نفس هذه الخشبة حلوة يعني تعطيني نفس القياسات يعني نفس السماكة واني كده بيدي ارقع اضغطة مرة تانية تنفرد خلاص نفس كده واذا ما عندكم مش عادي بالفرادة فرادة الخبز نفرده يعني عادي نمده شوفوا كيف اضيف دقيق وافرده عادي هي ما شاء الله العقينة كتير حلوة تنفرد بسهولة حتى بيدكم تنفرد من غير فرادة حتى شوفوا نفس كده القوام هادي كده ممتازة خلاص الان كله فردتهم كامل الان خلاص شوفوا عندي اللحمة جاهزة وبرئات تستوى يعني بقي لها شوية تكا وتستوي والمرقة هنا تمام الان ببدأ اضيف الملح طبعا اخر شي نضيف الملح بعد مستوات اللحمة او يعني اللحمة شبه مستوية تكون خلاص شوفوا اني ادوق خلاص يعني هي شبه مستوية قلت لكم الان ببدأ انزل الخضار اني قطعت الخضار كبير تقدروا تقطعوه يعني وسط زي ما تحبوه يعني هدا اني احبوه زي كده الصراحة بعد حطت البطاطس وكمان حطت الفلفل الرومي حطته كاملة لانه صغار وكمان عندي هذا البدنجان كده مره حبوب صغير صغير حلو حلو والجزار قطعتكم اذا عندكم قرع او فصور يحطوه والان لازم تخلوه ايش يغلي تمام هم يحملوا لومي اسود اني ما عنديش لومي اسود عندي لومي هذا اللي اعمله اقففه وبعدين اول ما يتغلي المرقة ابدأو او الايدام ابدأو تضيفو العقينة يعني وسعوه كده من النفسوه كده بالخضار للعقينة وحطوها ولازم المرقة تكون تغلي او نحنا نقول بعدني تفور بعد كده تحطوه توسعوه كده تنفسوه تحطوه العقينة وانتبه تحطوه العقينة فوق بعض بعض تلتسق لا ولازم تغلي عشان على طول تستوي العقينة يعني ما تلتسقش معاكم هنا الله يرضى عليه ويعطيه العافية ويبارك فيه زوجي هو اللي يساعدني اني كنت ابعد له كده الخضار وهو كان ينزل في العقينة والصراحة هو يعشق هذه الاكلة يحبه كتير ودائما يقول لي اعمله الان بقولكم اسم الاكلة اسم الاكلة مطازيز طبعا هو لما يجي زوجي يقول لي اعمل لي يا مطازيز يا مرقوق فاني ما عرفش ما فيش فرق بينهم كتير بين المرقوق والمطازيز الا اني عرفت انه المرقوق انه يرقوا العقينة اكتر بس الطعم حسيته نفس الشي بس انه العقينة يعني اكتر مرقوقة والمرقة حقي اكتر ناشفة تكون فانتم اكتبوا لي ايش الفرق بين المطازيز والمرقوق وبس والله ان شاء الله كنت عملته تمام اخر شي حطت فلفل حار وبدأت اضغط القدر لمدة 10 دقائق يعني ضغطته 10 دقائق 15 دقيقة يعني حق استوال خضار ضغطته هنا عندي شفو سمنة سمنانة حيوانية اضف لي ملعقة كبيرة من دقيقة البر وحمصه تمام لما كده تطلع ريحته اخليه تتحمص هذي خطوة جدا لذيذة تعطي طعم وقوام حلو للمطازيز وهنا كمان اضفت اللي هو اللومي المطحون حاجة بسيطة كده اضفته اخر شي وطفت النار بعد كده هنا عندي قاهز خلاص ما شاء الله ايش لو تشموا الريحة والطعم رهيب الان ايش بسويه كده بقلبه خلاص شوفوا كيف مش متلاسق ابدا الان بضيف السمن والطحين اللي كده حمصته ويا سلام يا سلام احلى اكلة بتاكلوها انتو معارفين انو دي تذكرني باكلة هندية اكلة في عدن اللي هو الدال الدال اللي باللحمة بعدن نحط عليه قطع من العقين انطبخ فيه والله انو مش عارفين البعض يعرف دي الاكلة اكتبوا لي اذا تعرفوا الاكلة الهندية هذي اللي فيها مش عارفة اسمي بس لحمة دال باللحمة بعدن نعمل فيها عقينة كده صغيرة كده تنطبخ مع الدال الادام روعة جدا ان شاء الله تقربوه والان اكيد من اللي بيقلي بالقدر شوفوا البعض يحبوه ينشفه اكتر من كده والبعض خليه فيبو مراقه نفس كده والبعض ينشف اقل نحن نحبوه نفس كده انا ما عادة نشفش المراقه اذا تحبو مراقه انشف من كده طلعوها على النار تنشف بس او نزلوه يعني قللوه منه وكمان لانه هي سخنة الان او حامية يعني عادة الان يعني حطيناه تكون سائلة بس شوية تهدأ ترجع تقمد الصوص هذا يرجع ثقيل وبس اخر شي رشرت عليها لومي مطحون هم كمان ينقوبوه بصل يفرموه بصل ناعم مع لومي مع كوركم بعدين حطوه من فوق او يطلعوه على النار بعدين يحطوه زي المسمنة يسموه من فوق يحطوه وهذا زي ما تحبوه وكل واحدة طعمت مني المطازيز طعمت مني بطريقة ثانية في واحدة تقولي اني يضف له قمر الدين قطعه من قمر الدين وفي بهارات ثانية يضفوله يعني كل واحد يعمله بطريقة وكمان في اللي من يضف لاش دقيقة بس بالبر يعملوها من يضفوله بس الابيض بس الابيض اني عاجبني لما اضفت لأبيض افضل من بر سادة وانتم زي ما تحبوه وهادي اكلة سعودية اتعاملت اليوم بايادي عدنية بالعافية ليو لكم اذا عقبكم الفيديو لا تنسوا انكم تشتركوا في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنس حلو منكم